اشتركوا في القناة مع المؤمنين معا في وقت واحد وفي مكان واحد الجواب الدقيق الحق لا يقوى إلا بالتحدي ولأن أهل الحق لا يستحقون الجنة إلا بالبرد والتضحية ما من إنسان يصل للجنة إلا بيكون امتحن امتحان دقيق جدا الله يعني الإنسان بيأخذ أبعاده الكاملة بالدنيا أبعاده الكاملة مثل هتلر أتى الخمسين مليون هذا الشيء هاي أبعاده الحقيقي مستعد لبقاءه في المنصب يأتى الخمسين مليون هاي أبعاده فنحن نأتي إلى الدنيا لنأخذ أبعادنا لكلها الحقيقية فالدنيا ابتلاء إننا كنا مبتلين يعني علة وجودنا الأولى والوحيد الابتلاء هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن معاملة أنا ما بسد إنسان ليصل للجنة بدون ابتلاء لذلك البطولة لا ألا تبتلى أن تنجح في الابتلاء الغني مبتلى بالغنى هل تكبر؟ هل يستأثر؟ هل قسى قلبه؟ هل يستغنى عن الناس؟ هل أهمل من حوله؟ الفقير مبتلى بالفقر ممتحم بالفقر والقوي ممتحم بالقوة والضعيف بالضعف والوسيم بالوسامة والدمين بالدمامة وكل إنسان ممتحم بما هو فيه أتاك مثلا صحة ليتكون هذه الصحة في طاعة الله في العمل الصالح في قيام الليل في الصلوات في الحج في عها ماكي الحال مبتلى به العاهة أصبر عليها والصبر ما بيقل عن الشكر الجناحة المؤمنة الصبر والشكر الجناحة المؤمنة الصبر والشكر الجناحة المؤمنة الجناحة المؤمنة الصبر والشكر الجناحة المضة